خير مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجبال ومتابعيها في كل مكان أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج قريج والناس النهاردة طبعا هنتكلم عن الكوميديا والفن وتأثير الفن والكوميديا ومعاية طبعا ضيفي اللي نورني وشرفني للنهاردة أهلا وسهلا يا فندي يا مرحب الأستاذ أحمد عيزي أهلا وسهلا يا فندي أهلا بيك يا فندي يا مرحب بسياتك أهلا وسهلا أنت من ورانا حقيقة والله ربنا يخل أنا وسهلا عايز يعرف التأثير الكوميديا والفن والله يعني حضرتك برضو أثارتي يعني موضوع مهم جدا موضوع الكوميديا إحنا عايزين نتكلم على الفن الزمن اللي بواجهة عاية آه الفن الزمن الجميل بواجهة عاية آه شفت بقى أنت اختارتي حاجة الفن الجميل أو الزمن الجميل أولا إحنا كلنا محرومين من حاجة اسمها الزمن الجميل هو مش في الكوميديا بس هو في كل حاجة في كل حاجة يعني لما اجا اتكلم على الزمن الجميل اولا هتكلم على مش بس الفنانين اللي كانوا بيسعدونا وبيمتعونا وبيضحكونا لا ده بس هتكلم على الخير بتاع زمان الخير زمان ايه طبعا يعني انت غيرين تعريف وكلنا حتى الناس بتاع زمان يعني كانوا فيهم خير اه كان ناس زمان فيهم خير وفيهم ما شاء الله حتى باين على وششهم وباين على تصرفاتهم وباين على يعني على وقفتهم مع بعض طب ازاي ندي فرص للشباب دلوقتي يعني عشان ياخدوا فرص للمواهب وكده والله يا فندم الطرق كتير اولا الفرص المتاحة للشباب انه اولا انه اولا انهم يكون عندهم هدف ده اول حاجة تمام اكيد طبعا اي حد عنده هدف بيسعى وبيوصل لهدفه اكيد طبعا يا فندم طبعا الانسان من غير هدف زي الجماد زي اي حاجة هو مش انسان اللي هو ما بتحركش وما فيش طريق قدام هو مش شايف طريق طبعا هو واحد انه يجري في مكانه تمام اولا انا يعني خاصت بالذكر الهدف ليه بقى لان ان انسان لما يكون لهدف معين بيسعى لتحقيقه بيسعى لتحقيقه من ناحية ايه حتى لو احلام احلام يقصة احنا يعني ساعات بين احنا بيقول يا رب اكرمني يا رب اول حاجة وهي اول حاجة اللي اعتماد على الله طبعا اول شيء ان احنا نعتمد على رب العالمين خالبا وقالبا وكل شيء طب فيه برا طبعا في بلاد برا بيبقى فيه وكالات عشان تنمي مثلا تعرف المواهب للناس وتنميهم احنا مثلا ازاي نوصل المرحلة دي في مصر مثلا ان احنا يبقى فيه وكالات مثلا يتنمي اولادنا واتوصلهم لمستوى لاقق يعني بمصر طبعا تمام هو 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 يعني لما يجي نتكلم على الوكالات احنا هنتكلم اولا بالنسبة يعني مثلا لو حد عايز يخش الميديا تمام لو حد عايز يخش الدراما الدراما يبقى هو حدد هدفه من الاول تمام طبعما حدد هدفه دي بصي اهم حاجة تحقيق الهدف ايه هو حدد هدفه يبقى هو كده ماشي في الطريق المزبوط لان هو لو ما حددش هدفه هيمشي يتخبط لان هو مش عارف هو راح فين ولا جاي من ايه هو هيخش الدريق ده يطلع من ده يخش الدريق ده يطلع من ده وبعد ايه هو هيوصل لأيه في النهاية المهم المهم ان هو يحدد هدفه هيحدد هدفه ويتوكل على الله اولا قبل كل شيء ويخش في الفعل كلمة يخش في الفعل دي اهم حاجة عندنا على فكرة بقى يعني كلمة انا خش في الفعل عارفنا خش في الفعل يعني ايه يعني انا عارف ومتأكد ان ده خير واستخرت ربنا فيه ربنا سبحانه وتعالى ومشيت فيه الحين الان انا بمشي فيه وان ويهي يعني ان شاء الله ربنا هيقول خش في الفعل يعني انا اتحرك تجاه الهدف بتاعه الهدف اللي انا عايز المدروس صعب خلي بالحضرتك معلش يا اسف اه لا لا يعني المدروس يعني هو مش بنخش كده وخلاص برضه من غير دراسة اه لازم يبقى فيه هدف قدام كل واحد بحيث ان هو يعرف ان هو يسعاله ويجتهد عشان يوصل له طبعا الواحد ما يقسش يعني رغم اي صعوبات يقع فيها ما يقسش يعني يحطوا ثقة في ربنا ان ربنا دايما هي يعني هيوفقه وهينصره بس اقول يعني ايه عايزة بس حاجة ايه المثل الفنان او اللي انت كنت بتعزه جدا او بتحب ان انت تسمعه من الزمن الجديد بس قبل ما اقول الفنان انا كنت بس اقول الاية القرآنية لان حضرتك تطرقتي لحاجة مهم قلت اليأس اليأس عكس تحقيق الهدف عكس النجاح يعني ايه هنقول ايه اه مصدقا لقول رب العزة انه لا يأس اه انه لا يأس الا القوم من روح الا الا القوم اللي هيكافرون مفيش يأس انا مع ربنا مفيش يأس انت متيأس ليه صح لان ان انا موجود وبنطر الله توقل علي الله توقل فيه فرق بين التوقل بس انا جاهل حديتك بقى في النقطة اللي حديتكfach قلتان عليها اللي هو مين أحسن فنان؟ هم كلهم طبعاً كويسين وكل الزمن الجميل وكل فنانين دلوقتي وكل فنانين الزمان طبعاً كويسين وكلهم على راسنا بس يعني كل واحد بيبقى لي وجهة نظر وفنان معايزة بس طبعاً فنانين كلهم على راسنا وكلهم حلوين طبعاً يعني طبعاً الفنان اللي أنا بعزه جداً وبحب أتفرج عليهم صغري واللي أنا يعني مش عايز أقولك هو يعني ايه بيمثل لي ايه هو أولاً مش واحد بس هو أولاً فنانين كتير وطبعاً مصداقل لكلام حضرتك يعني أو تكمية لكلام حضرتك إن فيه فنانين قدام اللي هم الزمن الجميل وفيه فنانين جداد اللي هم الزمن الجميل بتاع زمننا اللي هون دول مش هابرضو حنقولن هم ايه طيب الزمن الجميل القديم مين هو الفنان الفنان عبارة عن مهارات زي الكاتب زي المحامي زي الدكتور أيوة مهارات يا فندي أيوة شبت انت لما جبنا زيلة الكوميدي عنا ضحكنا ليه؟ يعني ايه حاجة تدعو التفاعل أنا عايز سؤال من حضرتك أسأله لك بس أنا يعني ايه رأيك طيب في أغاني المهرجانات يعني أغاني المهرجانات اللي هي الأغاني الشعبية طيب ماشي ده تمام ايه رأيك فيها؟ طيب نجاوب على السؤال الأولاني اللي هو مين الفنان اللي حضرتك بتحبه؟ طبعاً مش أنا الواحدة ما أحبه ماشي خلاص نفسي بسرعة عشان وقت الحلقة وكده طيب حاضر حاضر هم هحيدونا إن شاء الله ده يتنزي لا لا مفيش الكلام ده مفيش طيب احنا الفنان اسمعين يا سيد أول حاجة بالنسبة لي لأنه أصلاً فنان ارتجالي فنان على طبيعته عارف ارتجالي يعني ايه؟ يعني ارتجالي هو على طبيعته يعني هو قدام الشاشة زي ورا الشاشة مع الناس زي ورا الناس بيمشي في الشارع مع الناس إنسان بسيط سيب على الله بس بقى ربنا خصه بحاجة ويدي له موهبة معينة علشان إنه هو اسميك من الشهرة شهر الدنيا شهرة الدنيا زيلة صح حتى علشان يأكل منها عيش وناس تأكل عيش من وراه ايه الحاجة دي؟ إنه هو عنده موهبة إضحاق الناس مش كان بقوله الضحك ميلي كان الضحك الباكي يحضر لي بس الضحك الباكي بس مش فاكر بالزبط لكن هو كان فيه فنان يقول عليه الضحك الباكي تقريباً ممكن يكون هو يعني ده من شدة تمكنه لما يكون متمكن يقدر يضحك ويبكي في نفس بعدها على طول يعني شفتي يعني في ديئة واحدة ممكن يخليك تضحكي وفي نص ديئة يخليك تبكي مع إن يعني بكاء الناس أو إن أنا أبكي حد دي سهلة إنما ضحك حدي صعبة جداً مش أي حدي يضحك حد على فكرة مش أي حد إن هو يضحك حد عايزين بقى نعرف رأيك في أغنى المهرجانات وكده والله يا أغنى المهرجانات يعني بصراحة هي كل يعني يعني أقولك أقولك كل وقت أقولي أداني أقولك أنت بس دائم أنا أقول الله أنا مش عامل إسقاط على حد ولا حخصي بالذكر حد طب إيه أكتر حاجة مش عجبك فيها يعني أنا ما قلتش مش عجباني لا يا فندي لا هي يعني هو بصراحة بصراحة المحتوى بصراحة كويس وماشي بالأفرح كلها يعني هو ماشي لا 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 أنا ما عليش سامحيني في حاجة معينة أنا ما بهجمش المهرجانات خالص ليه بقى؟ طمام أولا فيه أنا لسه قايت دلوقتي إسماعيل ياسين فيه هو بيأكل يعيش وفيه ناس من وراه بيأكلوا يعيش طمام فهو ربنا برضه خصه بحاجة اشتهر عشان هو واللي وراه بيأكلوا يعيش إيه الطريقة؟ عجب حد مش عجباء مش مشكلة كل واحد أوه بس هو أنا أفهم حاجة عندي أسهم إن واحد يروح مثلا يعمل حاجة وحشة كده تمام؟ إنما هو بيغني تمام؟ طب اللي بيغني ده فيه ناس فيه ناس مطربين مهرجانات بيغنوا للقديم عندهم أصول جواهو عندهم أصول جواهو يعني أنا عندي كان عندي أحضرني كان أطلع في برنامج مع حد اسمه ميزو طبع المرزعجية أو فيه المدفعجية عيو عيو الرجل ده يعني مثلا هو قال يا أم أحمد أنا يعني من خلال كاميرا تصحه الجمال للمؤكرة وبالمناسبة بحيي كل فريق العمل اللي ورا الكاميرا على رأسهم أستاذ الأستاذ عبد الحميد توفيق دكتورنا كبير طيب هنرجع تاني للمهرجانات يعني واحد زي ده قال لي يا أم أحمد أنا ألتراه ماشي أنت أصلا أستاذ أحمد كان لك يعني في مواهب أو كده تجربة في المواهب في اكتشاف المواهب يعني أنت كان لك تجربة في اكتشاف المواهب شوفنا هقول لستك على حاجة أكون إن أنا أتكلم عن نفسي وأقول تجربة في المواهبة يبقى أنا غلطار يعني إحنا عندنا مثلا دين يقولك ما بيشكرش في نفسه ولا مش عارف إيه إبليس معنى صحيح أعوذوا بالله يعني بيد عنه أنا ما أتكلمش عن نفسي أنا خلي الناس نتكلم عنه لو أنا عندي مواهبة معينة يعني إحنا مثلا لو إحنا صغيرين ومجموعة أطفال مع بعض وبنلعب مع بعض الطفل منهم أو اتنين أو تلاتة مميز بنسب معينة يعني هتلاقي واحد مميز بيقعد جنب الحط حتى لو تحت لمبة جاز أو تحت العمود ما عندوش حتى نور في بيته تحت العمود تحت لمبة العمود ليه هتبيكتب طيب ده هيطلع وحصل في ناس كتير تلقوا بقى حاجات وعلماء تمام؟ فإحنا دي محدش مين اللي بتكلم الناس؟ طيب إيه آخر نصيحة أنت ممكن تقدمها للفن يعني؟ والله أنا أنا بقدم نصيحة هو يعني النصيحة للفنانين إزاي هما؟ إيه النصيحة اللي أنت بتقدمها؟ آه، الفن ده أنا بعتبره رسالة زيه زي أي حاجة طيب في إيد الننا أنصح بها الناس وأطورهم وأفدهم ويبقى في لساني أنا الخير رايح ليهم إنما في فنان بيحبط الناس مش عارف بيتكلم عن إيه؟ عن يأس وإحباط وكلام ده ده طبعا مرفوض أنت بتقدم رسالة الناس بتحبك يبقى أنت تقدم لهم رسالة ربنا خاصك بحاجة الناس بتحبك خلاص؟ أنت نفعهم يعني أنت نفعهم يعني دي حاجة أنا متشكرة جدا 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 بليه طبعا أنا بقدم طبعا بقدم كل تهنئة أه، أقدم لك كل تهنئة طبعا بنت الأستاذ أحمد عيزة طبعا بقدم كل تهنئة من برامج قريج والناس لها هي وجوزها الأستاذ محمد لزواجها ونبارك لك يا أستاذ أحمد يا ربي ربنا يا ربي يجعلوا عشان هم مطار الساعة ثلاثة الفجر يجعلوا الزواج سعيد يا ربي لبنتك يا ربي تحضر معنا كده إن شاء الله التورطة هنقلها في المطار بقى هنقل المطار كله تورطة ربنا يخليه لك يا رب طبعا حلقتنا خلصت طبعا أنا هختم حلقتنا طبعا خلصت طبعا بقدم كل شكري وتقديري لأستاذ أحمد عيزة اللي نورني وشرفني النهاردة بقدم كل شكري وتقديري لقناة الصحة والجمال وكل المقيمين على قناة الصحة والجمال طبعا وبقدم كل شكري وتقديري لأستاذ المشاهدين واستنوني في حلقة جديدة من برنامج قريج والناس ترجمة نانسي قنقر